شهر رمضان هو من الأركان الخمسة اللي الله سبحانه وتعالى نزلها على المسلمين فشهر رمضان شهر رحمة، شهر غفران، شهر توبة، شهر محبة، شهر سلام فأحنا ألا بحكي إن الله سبحانه وتعالى إن صالح يحكي فمن شهد منكم الشهر وفي الإيصال ومن كان مريضاً أو على سفر في عدة من أيام أخر يريدوا الله بكم اليسر ولا يريدوا بكم العسر بصنر وبصوه ومقرأ القرآن ونتجمع وننوكل مع بعض ونزر بعض الأقارب ونلعب مع بعض وشهر رمضان ما تمشي الكسل شهر التسامل وشهر الأخلاق شهر نحن نسامح بعض نحاول نتعامل مع بعض بأخلاق أحسن من نقبل ونحسن حالنا للأقدام يعني نعتبر هذا الشهر كأننا إش نحسن من حالنا كمان مش مننا بس نصومنا كمان يعني من حسن أخلاقنا من تعامينا إنسانيتنا مع الناس إنسانية كمان إنه نحس بالفقرة ونساعد الناس المحتاجة في الموضان نسوي أعطاء تعاون بين بعض أحنا في تسامح في تعاون نساعد نسوي يعني أشياء طيبة ومنحة نسوي يعني أشياء طيبة ونحسن نسوي يعني أشياء طيبة ونحسن فيش أحلى من رمضان اللي يتعرف على رمضان يتعرف على أسس الإسلامية الصحيحة سنين يتعرف على المهارات اللي بتحكي على قضية كل ما يتعلق في القيم في قضية التسامح قضية الصبر قضية أنا بفكر في غير بفكر في الإنسان المسكين أنا بعطي الزكاة في رمضان نحن بالنسبة لأنه هي فرصة عملية نحن نذوت هاي القيم عند طلابنا على مدار شهر كامل نمكن بنعملها بشكل متواصل خلال السنة لكن رمضان هو فرصة بيكون شيء مكثف احنا كما ننسى أنه كان رمضان له الأجواء المميزة قضية الأجواء الحلوة قضية الاحتفالات الرمضانية المتزنة في شهر رمضان طبعاً نحن نصلي الصلوات الخمس المعروفة ولكن عنا أيضاً صلاة التراويح التي نصليها بعد صلاة العشاء والحمد لله يعني عنا في المسجد في حضور طيب يعني من المصلين اللي حارسين على أداء الصلوات وخاصة يعني صلاة العشاء جماعة وكذلك بالنسبة لصلاة التراويح فالحمد لله يعني الأجواء كثير الحمد لله طيبة أساس أننا إحنا مسلمين نؤمن بالله الحلوة وبالتعايش السلمي يعني إحنا نؤمن بالتعايش السلمي بين جميع الطواف رمضان له مميزات خاصة في أشياء كثيرة بتكثر فيه إذا ما تكون الزينة والفرح والبهجة والشرور مرحبا إلى النقوبة النقوبة قرية في تقريباً في مشارف القدس اللي هي بتكون وسط بين تل أبيب والقدس في العيد بنطلع بنعيد على الأهالي على الصحاب إذا كان صحاب عرب أو يهود يعني ما بنسويش فرق بين هذا وهذا بالنسبة للحلويات في أنواع كثيرة للكنافة اللي هي 25 نوع كنافة منها الأساسيات في المحل اللي هي النعمة النبلسية والخشنة والإستنبولية وفي العوامة اللي هي هذه العوامة في الفطير الفطير اللي بيجي مع كشتر وفي كمان مع جبنة فطير كشتر وفطير جبنة شو كمان